ازيكو يا ابطال الرابعة افتدائي عامليني ايه يا وحوش النهاردة منكمل مع بعض في بداية حلقتنا طبعا في حل كتاب Connect 4 اللي هو كتاب المعاصر طبعا دع سنة رابعة صلى على النبي عليه السلام واضغط لايك لو انت لسه متغطس لايك وفعل زر الجراش انو وصلك كل جديد وتابع معانا يا وحش الوحوش عندي لسنتو هنا بيقول لي ايه بقى A short story قصة قصيرة About عن جراند با جدي وي language focus اللي هي طبعا الجرامر بتاع الوحدة عندي صلى على النبي عليه السلام ويلا مع بعض كده ايه نقرأ الكلمات مع بعض اول حاجة طبعا عندي الكي فوكابلاري اللي هي الكلمات طبعا المفردات الرئيسية طبعا Curious 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 اللي هي معناه فضولي او محب الاستطلاع شخص فضولي او شخص محب الاستطلاع ودايما تلاقي الصفة دي يا جماعة ساعات حلوة وساعات وحشة حلوة امتى يا اصدقائي اه فعلا لما تبقى فعلا مع مثلا حد مثلا زي مزيع او بتاع اخبار او كده لازم ان يكون فضولي محب للمعرفة تاخد بالك وحشة ساعات لما تحب تتصنط على الناس وكده يبقى عندي Curious Curious عفوا Curious Curious طبعا معناها فضولي بعد كده عندي Street 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 معناها شارع بعد كده عندي Grass 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 اللي هو عجب Metal Box Metal Box Metal Box Metal Box صندوق معدني Trong 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 ده هي شاحنة او عربة نقل عندي بقى على العمود العليمين كده عندي Visitors 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 يعني زوار Grandpa 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 يعني جد Memory 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 ذكره او ذكره Village 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 غريعه Digging 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 معناها حفر بعد كده عندي Extra vocabulary لها الكلمات الاضافية Excited 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 لوه متحمس Quiet 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 يعني هادي عفوان Right 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 معناها يمين Lift 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 معناها يسار بعد كده عندي Classy of Memon Classy of Memon Classy of Memon معناها تمثال Memon بعد كده عندي كلمة Rude 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 معناها اللي هو طريق بعد كده عندي كلمة Space 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 يعني مساحة او فضال Short story Short story Short story اللي هو قصة قصيرة Smile 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 معناها ابتسامة طبعا او يبتسم بعد كده عندي اللي هو Conjunction of verbs يعني تصريفات الافعال عندي ايما الفعل طبعا زي ما تعودنا ايما regular معناها منتظم irregular معناها غير منتظم طبعا احنا عارفين يا اصدقائي اللي هو ال regular ده اللي هو يا جدا اللي هو يا جماعة اللي هو منضاف له يا ايما دي يا ايما اي دي برافو عليك ايما اي اي دي لو يبقى امتى يضاف له اي اي دي لما يبقى اخر واي وقبل الواي على طول مباشرة كده حرف ساكن سوري بقى على الخط بالماوس يعني حرف ساكن زي مثلا كلمة cross سواينا وانا هو عملها لك بقى بالايه بالهايلايت كده cross 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 معناها يعبر الماضي بتاعتها crossed اللي هيضاف لها اي دي wonder 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 معناها هيتساءل الماضي بتاعتها wondered لنضاف لها اي دي بيوري 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 معناها هيدفن الماضي بتاعتها pureed walk 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 عفوا walk walk معناها يصير الباست بتاعتها walked start 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 معناها هيبدأ الباست بتاعتها started pull 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 معناها يسحب الباست بتاعتها pulled عندي has او have has او have معناها يمتلك والباست بتاعتها had تبقى عندي هازا و have الماضي بتاعتها هاد دابع عندي irregular اللي هي افعال غير منتزمة sit down sit down sit down الباست بتاعتها sat down sat down sat down feel 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 find 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 found 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 فاوند عندي ديج 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 الماضي بتاعتها ديج زي ما هي عفوا بتقلي بالآي لي ايو بتبقى ديج برضو بس النطق بتاحها بيختلف طبعا اصدى السبينج بتاحها بيختلف عن النطق بتاحها وده اللي كان موجود عندي في صفحة اتنين وعشرين هنا يا أصدقائي وننتقل للي بعديها بقى الصفحة اللي هي التعبيرات وحروف جر هم عندي grow up grow up grow up grow up معناها يكبر او ينمو from all around the world from all around the world from all around the world معناها طبعا اللي هو في جميع عنحاء العالم inside the box inside the box inside the box طبعا معناها بيداخد الصندوق many years ago many years ago many years ago معناها منذ عدة سنوات pull out pull out طبعا معناها يسحب بعد كده عندي نقاط هم طبعا على نص الاستماع والقراءة اللي احنا هنجاوب بعدين نساء الله بوعون الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام عندي كلمة visit اللي هو الفعل يزور وفالج معناها قريب محطوطة في جملة شكلها عامل ازاي we visited the village where my grand bar grew up احنا زورنا القرية حيث ما جدي كبر او نامة يعني اللي هو عاش فيها يعني كبر يا visitors visitors were past visitors معناها زوار و past يعني الماضي visitors visited if تزاروا grand bar's village قرية grand bar in the past في الماضي football وكلمة street لما تحطوا في جملة شكلهم عامل ازاي grand bar played football جدي لعب كرة قدم with his friendless مع اصحابه in street في الشارع بعد كده عندي dig pull out لما تحطوا في جملة شكلهم عامل ازاي بقى grand bar جدي started digging and pull out and all the metal books يعني جدي بدأ ان هو يفحر ويسحب الصندوق المعدني القديم صلى على النبي عليه السلام والسلام ويلا نكمل مع بعضه طبعا على التمارين المتحتي دي اول سؤال ما بيقولك هي وجوالي هو عادة هذا big عنده a big a on his face عنده a big a في وشه big a big space فده غلط اه بوكس صندوق غلط smile اه عنده smile جميلة جدا ضحكته حلوة عفوا هومورك واجب غلط رقم اثنين he asks her mother هي طلبت من مامتها a lot of questions اسئلة كتير جدا هي ايه بقى هي بتكون ايه بقى curious فضلية اه طبعا بتكون فضلية طبعا طلبت عادة تسأله اسئلة كتير جدا bad say غلط و sad حزين غلط و ugly غطبان غلط ugly معناها قبيح غلط رقم ثلاثة هي نقط a metal box هو نقط صندوق معدني under the ground تحت الارض no one مفيش حد could see it مفيش حد قدر يشوفه بها يبقى دافنه يبقى period اللي هي رقم بي pulled سحب غلط crossed عبر غلط ووجد معناها غسل طبعا غلط 4 we نقط زرود احنا نقط الشارع توجيزر يبقى احنا عبرنا الشارع توجيزر يبقى crossed الاولى started بدأ غلط looked نظر غلط planted زرع غلط 5 the air in grand buzz a الهوى فيه بتقيل جدي is cleaner بيكون انضف من الوطف سيتي من المدن كتير جدا يبقى في القارية بتاعت جدي اليمين ال valedge رقم بيه library مكتبه غلط sun شمس غلط sky سما غلط 6 many not come to visit Egypt every year عديد من الاي بيزوروا مصر كل سنة عديد من اللي بقى من visitors اللي هما الزوار اللي هي رقم C اللي هما السياح السياح وهكذا streets الشوارع غلط roots معناها طرق غلط birds معناها طيور غلط 7 we not the soil احنا نقط الطربة to plant trees ان هي عشان تزرع الاشجار يبقى احنا والله بنحفر في الطربة عشان نزرع الشجر يبقى دج رقم دي قط يقطع غلط sit يجلس غلط jump ينط غلط وده كان الموجود معي في صفحة 23 وصلى على النبي عليه السلام واضغط like يا بطل الابطار وفعل زر الجرس عشان نوصل لك كل جديد وشجعناك كده بكومنت لطيف منك يلا نكمل مع بعض عندي كده بعد كده reading صلى على النبي عليه السلام ويقولك grand bar and his books of memories جدي و الصندوق بتاعه من الزكريات يعني بولك look this is was my street ده كان الشارع بتاعي grand bar was very excited كان متحمس كده هو بيتكلم we were in the village where he grew up هو كان في القرية دي لما هو grew up معناها كبري يعني it's عفوان it's near قريبة من the glossal of memnon من اللي هو كان قريب من تمثال memnon it was very quiet كان هادي جدا when i leave here كان مكان هادي جدا حيث ما انا عشتي هن من اللي بيولي الكلام ده؟ sit grand bar جدي بيولي الكلام ده now there are lots of visitors في كتير جدا من الزوار from all around the world من العالم كله that's where my friend leave ده حيث ما صديقي اللي هو بيعيش we played لعبنا بقى football in this street لعبنا بقى كرة قدم في الشارع ده طبعا جدي عمال يحكي أو الجدي يعني عمال يحكي عن حكاو القديمة بتاع الزمان وكده يا أصدقائي there were no cars مكانش في عربيات ساعت grand bar جدي look right and left بص يمين وشمال he and he cross the road وعبر الطريق the road had lots of trunks and car والله الطريق كان فيه كتير جدا من الشاحنات والعربيات and this is we said is where i live حيث ما انا كنت بعيش we looked at the space بصينا كده there was no house ما كانش فيه اي منازل there was only grass كان فيه بس عجب هناك او حشائش يعني and one big tree وشجرة كبيرة بيفكر كده i wonder بتساءل it was so many years ago ده من سنين فاتت grand bar looked at the tree بص على الشجرة grand bar walked to the tree ماشى ناحية راح ناحية الشجرة he looked at the ground bus كده على الارضية then he started بدأ ان هو يفحر and he pulled out وطلع ايه من تحت بقى جنب الشجرة an old metal box صندوق معدني قديم and he had a big smile هو كان عنده امتسامة كده جميلة جدا على وشه اول ما شاف and look he was pretty excited كان متحمس جدا we were 8 years كان من 8 سنين all when we purited this لما احنا دفننا الكلام ده let's sit down and look inside ونبص في الصندوق yes please I said I am very curious وانا كنت فضولي جدا كنت عايز اعرف ايه لجوه بس دالي كان موجود معايا هنا في صفحة 24 صلى على النبي عليه السلام والسلام طبعا بيقول لي ايه بقى the underline الكلمة اللي هي تحتها خط دي نفس المعنى بتاع كلمة هو الحللها happy بقى جابوا لي the underline الكلمة تحتها خط اللي هي كلمة quiet عكسة كلمة ايه عكس كويت اللي هو هادي عكسة نويزي اللي هو دو داية cold بارد غلط sunny مشمس برضو غلط hot حر غلط يالا ننقل بقى بعد كده على زمن الماضي البسيط اللي هو the past simple tense اللي هو الماضي البسيط بيستخدم في الماضي البسيط عند التحدث عن احداث او مواقف حصلت في الماضي وخلصت طبعا بتستخدم في الجملة المثبتة بيبقى عامل ازاي؟ بيجيب الفاعل الاول اللي هو the subject وبعد كده بجيب الفاعل المنتظم تواخد بالك الفاعل المنتظم هنا وبضيف له اما ed او d او ied امتى بقى بضيف له ed بضيف له ed تواخد بالك في المعظم يعني في الغالب بضيف الأفعال ed زي watch تبقى watched اما امتى ضيف d لو كان اخر ايه؟ يعني لو الفاعل عندي اخر ايه؟ زي change can بص change اخر ايه؟ ايه؟ او ممكن اضيف له ed امتى لما يبقى منتهي ب y وقبل y حرف ايه؟ ساكن بص كده يبكي بص كده اخيرها y اهي؟ اخيرها حرف y اخيرها y وقبل y حرف r ده حرف ساكن فقلبت ال y ل ايه؟ ل i ed بعد كده عندي زي مثلا اللي هي الجملة زي دي we played لعبنا فوتبول كرة قدم في الحديقة واخد بالك last week اه last week دلت على ايه؟ على الماضي البسيط ده لو كان فعل منتظم طب لو كان غير منتظم تشاز يعني غير منتظم بكون بحفظه بقى يحفظ حفظ لو غير منتظم بحفظه ده مالوش قاعدة بقى اللي بضيف له لا d ولا ed ولا i ed بقى كون محفظه طب اخد بالك زي بتجوم بنا بتتكون من فعل بعد كده التصريف التاني للفعل طبعا على حسب وطبعا يحفظ كما هو زي drink البست بتاعتها drunk دي بضلا بضيف له لا d ولا ed ولا i ed am و is اللي هو verb to be طبعا بيبقى was طب are بتبقى where طب have و has بتبقى had طب present اخد بالك عندي تاني الكلمات عندي زي win اخد بالك البست بتاعتها بتبقى on buy الماضي بتاعتها بتبقى boot go الماضي بتاعتها بتبقى went take الماضي بتاعتها talk بي زي المثال عندي we went احنا ذهبنا اقونا trip last year السنة اللي فات خد بالك last year ده بيدل على الماضي البسيط عشان كده جاب الفعل هنا في تصريف الكام التاني he took هو اخذت بكد الصورة دي مبارح فمبارح هنا برضو بتدل على الماضي البسيط عشان جبتها هنا كدت الفعل في تصريف الكام التاني بيقولك بقى العبارات بقى اللي بتدل على الماضي البسيط يعني عند شوية عبارات اللي بتدل على الماضي البسيط زي in the past في الماضي ago قبلها اي سنة في الماضي yesterday معناها امس in واي سنة في الماضي last ممكن تيجي معايير معناها السنة اللي فاتت last لما تيجي معه month معناها الشهر اللي فات last لما تيجي معه week معناها الاسبوع الماضي last لما تيجي معه مثلا اي يوم في الايام الاسبوع زي Tuesday معناها الثلاث اللي فاتت طيب الجملة بقى المنفية بقى في الماضي البسيطي ازاي بقى فيه بحاجة اسمها didn't والنفي بتاعتها او الاختصار بتاعها اللي هي did not او didn't وده الاختصار بتاعها وبجيب وراء الفعل فين؟ في المصدر يعني ايه الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات بص كده she didn't go مش مفروض اقول went لا ما هو didn't هنا خلت الفعل اللي بعدها في المصدر خلت went تتحول لgo لاحظوا بس معلش الخط بقى بالماوس بعد كده زي شادي didn't see ما شافش الفيل بعد كده عند الصغر الاستفهمية الاستفهم يعني السؤال يعني لما حب اسأل سؤال في الماضي البسيط بجيب من في الاول did طبعا عند السؤال هنا بهل معنى هل فعلت كذا او لا طبعا لجابها yes ya no did بعد كده الفاعل بعد كده الايه المصدر وبقيت السؤال وطبعا لجابها yeah yes ya no واخد بالك وطبعا no didn't وyes did واخد بالك زي did you listen to music هل استمعت الموسيقى يبقى ممكن اقول yes i did طبعا لو جابها تبقى no يبقى no i didn't شوف كده النساء اللي بعده did she clean zero home هل هي نظفة الغرفة no she didn't طب لا سؤال بها استفهام هو هو بص شوف هو هو السؤال ابو هل ده بس حط قبل ايه استفهام هو هو بص 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 كده انزل معي حط قبل ايه استفهام يعني حتى لو لاحظت نفس التكوين did والفاعل والمصدر وبقيت السؤال بس حط قبل ايه استفهام زي where did you go yesterday ذهبت فين امباره i went to the zoo yesterday انا رحت لحديقة الحيوان امباره بعد كده بفاعل يكون اللي هو في الماضي البسيط بيعمل ازاي بيتكون من was و where طبعا واز مع المفرد اللي هو i والhe والshe والit و اي اسم مفرد وال where مع الجامل رامي واز كان في the promised yesterday رامي كان في الاهرامات مبارح طبعا ال was علشان اليسطر دي في الماضي they were هما كانوا في زو حديقة الحيوان last week الاسبوع اللي فان بعد كده الجملة من فيها طبعا لما جام فيها طبعا تبقى was not or wasn't or were not or weren't وبعد كده بقى الجملة زي she wasn't اه طبعا لو حنفي طبعا يبقى wasn't she wasn't at home هي مكنتش في البيت من two hours ago من ساعتين فاتوا or we weren't وما كانوش عفوا في المتحف last week يعني الاسبوع اللي فان الصيغة بقى الاستفهمية بفعل يكون بقى اللي هو في ربيته بيه بجيب في الاول يا وازي ايه؟ وطبعا ده السؤال برضو معناه هلا was or where على حسب الفاعل لو كان مفردة جيب was كان جامعة جيب where وبعد كده بقى السؤال زي was he طبعا ال was عشان he مفرد was he at whom هو اللي هو كان في البيت المرحب yes he was or no he wasn't طب السؤال بقى الاستفهم بجيب الاول الاستفهم بعد كده was or where على حسب برضو مين الفاعل وبعد كده بقيت السؤال زي where were your friends طبعا ال where عشان your friends ده جمع فقال لها بلاوي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويلا بينا ندقه بعد بقول لك grand buzz village اللي هي القرية بتاعت جدي نقط quite in the past في المد فقال لك صحح بي بي طبعا في فيربط وبيلوه بتكون من am و is و r في المضارع بس الكلام هنا في المد هتتكون يا واز يا وير هتبقى was طبعا was طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يبقى سوالين انا ما نعلم عليه بيقول لي what نقط do you do يستر دي طبعا يستر دي في الماضي فبالتالي هتسأل بمين بسأل برافو عليك do هتبقى في الماضي هتبقى did هتبقى هنا مش do هتبقى did F1 F1 ده اللي كان موجود عندي في صفحة 27 وصلها لحيبها للسلاة والسلام وننتقل الصفحة اللي بعدها رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم ثمية عشرين صفحة التبانية عشرين طبعا بقول لك there not be no cars وفيش عربيات in the past في الماضي طبعا بتكلم على حاجة حصلت في الماضي فبالتالي هتبقى يواز يا وير على حسب فيربط وبيل فهنا في اسم جامع نو cars ده اسم جامع فبالتالي هتبقى where where عفوا هتبقى where طيب اللي بعدها بيقول i نقط live انا نقط عيش انا نقط عيش there هنا من سنتين فات طبعا مش هتبقى live هتبقى leave طبعا ماضي البسيط هتبقى l i v e d طيب بعد كده عندي السؤال بيقول لي where you in the class where you in the class هل كنت في الفاست فقال له yes i فتصلاة ما تقال لي where يبقى جاوبه ب where يبقى yes i a قالك صح حبيب فهتبقى where where there رقم ستة بيقول لي did you نقط goes طبعا did بتجيب وراء الفعل فين؟ في المصدر فمش هتبقى goes هتبقى go المصدر بداية هتبقى go بعد كده رقم سبعة was the film good هل الفيلم كان جيد؟ تقال له yes it يبقى طبعا عايز تجاوب هنا بالإثبات يبقى yes it طبعا سألك بوازي هترد برضو بواز yes it was تمانية what did you نقط does طبعا دزة هتجيبها في المصدر did بتجيب وراء الفعل في المصدر فهتبقى do what did you do اللي عملتم بارح بعد كده رقم تسعة بيقول لي نقط do it's no last winter عايز اقول هل هي مطارت عفوا ان كان فيه تلج الشتا اللي فات فطبعا مش تبقى do هتبقى did لان بتسأل هنا في الماضي فهتبقى هنا did 10 بيقول لي عادل نقط paint his room عادل نقط اللي هو دهن الغرفة بتاعتهم بارح يبقى دهن يبقى طبعا painted اللي هي تبقى painted عشان في الماضي رقم 11 my mother مامتي نقط عايز اقول خبزة الكيكة last sunday اللي هو الهد اللي فات طبعا حاجة حصلت في الماضي يبقى big يبقى here تبقى big عفوا big رقم 12 z نقط طبعا مش هتبقى r لاني بيقولك ان 8 سنين when z لما هو راح لأسوان سافر لأسوان طبعا حاجة حصلت في الماضي وانتهت ده زمن الماضي البسيط يبقى مش تبقى r طبعا الباست بتاعة r او الماضي بتاعة r ايه where بنضقي البقى للسؤال البقى بيقولك my grandfather جدي نقط اس عايز اقول زرنا الجمعة اللي فات زرنا في الماضي البسيط هتبقى ايه visited اللي يعني ضفلاء ايدي visiting ضفلاء ايدي غلط و visits برضو في المضارع دي غلط و visit في المصدر دي غلط رقم اثنين اسراء نقط to school للمدرسة last week اللي هو الاسبوع اللي فات يبقى كانت بتمشي المدرسة يبقى walk to school walk walk غلط walking غلط انا عايز حاجة في الماضي البسيطة يعني ما ضفلاء ايدي هي ايدي 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 او لو فعلي غير منتظم بكون حافظة walks غلط رقم عرر الثلاثة my mom ماما نقط المطبخ yesterday عايز اقول نضفت المطبخ مبارح يبقى cleaned نضفته cleaning غلط cleans غلط clean برضو غلط اربعة yesterday مبارح انا نقط طبعا حاجة حصلت في الماضي فاختار اي حاجة في الماضي البسيط يبقى انا نقط really good week end انا عضيت بقى week end كان رائع يعني وقت بلك او جمين يبقى هاد ماضي هاز ده مضارع غلط وهاف مضارع غلط وهافنج برضو غلط 5 my cat my cat القطة بتاعتي نقط high last night اللي اللي فاتكة عايز اقول ان هي نطت يبقى يبقى jump دراقم بي jump غلط jumping غلط jumpis برضو غلط 6 نقط you water انت نقط terwi the plants اللي هي النباتات مبارح يبقى يا جماعة هل رويتها ولا مرويتهاش طبعا هتقول حاجة في الماضي يبقى تختار يواز يدو يواز يدد دو طبعا برا غلط وار غلط اختار بقى واز ولا دد طبعا هنا عندي الفعل في المصدر يبقى بالتالي اختار ايه اختار دد لو الفعل ما كانش عندي فعل اختار ايه اختار واز 7 طبعا هاو دد عمر طبعا دد بيجيب وراها ايه المصدر على طول فل المصدر تحت feel 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 ده في الماضي غلط feels feeling برضو غلط بتاعة ulty نشوف اليه هي بقول لك اكتب الصيغة الماضي البسيط من الحاجات دي كلها طبعا طبعا Puri Pured طبعا اللي هي P-U-R-I-E-D Travel هتبقى Travelled T-R-A-V-E-L-E-D تمام بعد كده عندي Pull هتبقى Pulled P-U-L-E-D بعد كده عندي Have هنا هتبقى Head هتبقى H-A-D بعد كده عندي Look هتبقى Looked L-O-O-K طبعا الماضي بتاعت إزا هتبقى الماضي بتاعتها Was Grow هتبقى Grow بس بالE بقى G-R-E-W R هتبقى Where Talk هتبقى في Past هتبقى Talked وده كان موجود عندي في صفحة 28 وصلى على الحبيب والسلام والسلام ويلا نكمل مع بعض بقى حل لسنته يقولك ايه اول طبعا عنا عارفين طبعا حط طبعا دايرة حولها نص الاستماع طبعا استمع طبعا حط دايرة بس احنا طبعا عارفين نص الاستماع مسبقا يعني I visited my Grand Bus ايه انا دزرت ايه السنة اللي فاتت يبقى الفالج القارية بتاعته يبقى الفالج مش كانتش سيتي وما كانتش فارم مزرعة وما كانتش تاون قارية اخد بالك رقم اتنين It was a quiet كانت هادية ومكان ايه بقى ومكان جميل bad bad غلط boring sad حزين لا برضو غلط الشباب برضو غلط هنا جماع لازم ان تكون قاري طبعا النص معانا وكون مركز فيه كويس جدا طيب صلى على النبي على السرط والسلام بعد يقولك Grand Bus parents moved انتقى ليه الفالج القارية لما كان عنده كم سنة لو تفتكر لما كان عنده لما كان بيحكي كان عنده كم سنة 33 سرين 3 رقم اربعة بيقولك He Blade هو لعب نقاط قريب من المنزل هو لعب ايه بقى فوتبول هو كرة القدم مش باسكتبول كرة سلة ولا تنس ولا فوليبول كرة طائرة بعد كده ننتقل الى الاسئال الاختياري Many years سرين فاتت My Grand Bar جدي نقاط عايز اقول دفن الصندوق المعدني ده In the ground في الارض يعني A purity بي cross ده معناها عبر غلط built بانا غلط hook ده معناها ماشى غلط رقم اثنين مني نقاط came to my village جملي القرية بتاعتي توسيع عشان يشوفوا close of memon اخي تبقى لك الوقت تمثال ممنون يعني يبقى كتير جدا من الفيسدورز الزوار vets اللي هم اطباء البيطريين غلط mecanics اللي هم الميكانيكين هي غلط trunks معناها الشاحينات غلط رقم ثلاثة my cousin ابن عمي was very kind very a his father بابابو تشترى له new bike عجلة جديدة يبقى كان متحمس جدا او مبسوط excited sadza غلط angry غطبان غلط ورد الان غلط you should انت يباقي be careful تكون حريص when you see لما نقاط الطريق لما تعبر الطريق يبقى cross ووش يخصد غلط ريد يقرأ غلط draw ويرسم غلط صلى عناب عليه الصلاة والسلام tree معناها شجرة visitors معناها زوار rude معناها طريق quiet haady cars عربية my grand bar جدي ليفز بيعيش في القرية grand bar's village كاريتو بتكون was very كانت very هادية جدا يبقى very quiet now there are lots of visitors there was no a ما كانش فيه a in the past في الزمان ما كانش فيه ما كانش فيه أي عربيات زمان يبقى cars اخر حاجة بيقولك now there are now there are في كتير جدا من trunks الشحنات والعربيات على الطريق يبقى root اكتب هنا root تعالا بقى نشوف القطعة بيقولي بقى my father's house بيت بابايا was in the village في القرية في أسوال the street was quiet الشارع كان هادي in the past في الماضي now there are lots of cars في كتير جدا من العربيات والترنكس الشواحد my father جدي جدي عفوان طلابات my father بابايا and his friends وأصحابه بليت فضوا كان يلعبوا بقرة قدم on the street في الشارع now there isn't enough space ما فيش أي مسافة فاضية طبعا أو أي فضاء فاضي أو مكان فاضي يلعبوا فيه طبعا ملت طبعا بيوتوب كده when my father was a child لما كان بابايا كان طفل he helped هو كان بيساعد أصحابه to plant إن هما يزرعوا a small tree شجر صغير on the side على جنب الطريق دلوقتي the tree الشجر بيكون it's very big طويل جدا and beautiful it's very nice ده لطيف جدا طبعا عندي هنتقل للي بعده بيقولك يبقى the underlying word كلمة quiet دي عكسها يبقى quiet معناها هادي عكسها يبقى noise دوضاء طبعا calm هادي غلط free حر غلط empty فارغ غلط رقم 2 my father my father's house my father's house my father's house was in a village in a village in a village يبقى أقول بقى أقول هنا أهو حطها لك الجابة على طول ايه؟ مجهز لك الجابة my father's house بيت بابايا in a village in a village in a village in a village كملة واحدة اللخص الكلام ده أنا ممكن أقول بقى أن حياة بابايا أو قرية عفا قرية بابايا دلوقتي بتكون مختلفة انت وقت بلك يبقى نكتبها ازاي my father's village قرية بتاعته is different now بتكون دلوقتي مختلفة ننتقل بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي بقى my mother's momty عايز أقول اشترت new clothes ملابس جديدة last week الأسبوع اللي فات يبقى طبعا مادة تبقى من buy هتبقى boot b-o-u-g-h-t بعد كده عندي سؤال تبقى يقول لك my father's بيكون very busy مجغول جدا مبارح يبقى كان مجغول جدا مبارح يبقى هتبقى واث بربطوبي هتبقى واث السؤال اللي بعده رقم ثلاثة بيقول لك we visit zorna اللي هو جدي لشهر اللي فات يبقى حاجة حصرت في الماضي وانتهت يبقى visited في الماضي البسيط visited بعد كده عندي بيقول لك where did you فهدد طبعا هتجيبه اللي بعدها في المصدر فgoes هتبقى في المصدر هتبقى go بعد كده عندي طبعا بنكتويتد بيقول لك what did you do اللي عملتوا مبارح طبعا w هتبقى capital اللي هي بتاقت what وبعدها طبعا عشان ده سؤال لحط علامة استفاة بعد كده في الآخر طبعا بيقول لي طبعا اللي هو ايه paragraph اللي هو paragraph كده اخد بالك اللي هو ايه your village القرية بتاعتك في الماضي وقال لك guide elements يعني عناصر كده بتساعدك how was your village القرية بتاعتك هتعمله ازاي في الماضي where there many كان في عربيات كتيره في شاحنات او شاحنات كتيره في الشارع زمان ولا لا فطبعا هنكتب العنوان هنا my village سواني بقى نكتب هنا نكتب هنا my village in the past القرية بتاعتك في الماضي ده العنوان يا جماعة نكتبه في النص كده بعد كده نكتب بقى ايه بقى طبعا نسيب شوية مسافة كده صغيرة كده null my village القرية بتاعتي طبعا in my village القرية بتاعتي in the past في الماضي was كانت هادية تمام there عافوني التي capital weren't ما كانش في cars ما كانش في عربيات and trunks trunks عفوان الشاحنات يعني in the street في الطريق تمام وممكن نقول برضو في الاخر كده نقول بقى street عفوان ثواني بس ثواني street بالشوارع بالشوارع يعني ممكن نقول بقى ايه the air ان الهوى the air ان الهوى كان نضيف was clean و و احنا played لعبنا played in the streets تسويحنا لعبنا في ايه الشوارع حلوة جدا بس كده حلوة ال paragraph ده حلوة يعني سهل وبسيط ويعني مش صعب يعني حطولك برضو في النص هنا عشان برضو لو حبيت تاخدو skin shot ولا حاجة بس كده ابطال اهم حاجة اضغط لايك لو انت لسه ما تضغطش لايك وفعل زر الجرع عشان وصل لك كل كتيد وان شاء الله نحاول نحن نوفر طبعا كل الحل من كل الكتب وشجعنا باللايك وسبنا تحت عليه لطيف منك انا بحبك جدا كان معاك اخو غضياء العليمي واشوفكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو الجاي سلام يا ابطال